نشاط كبير تشهده أسواق ومحلات بيع الملابس في العاصمة طرابلس مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك استعدادا لاستقبال عيد الفطر هذه الحركة التجارية والبشرية لم تتوقف رغم ما تعيشه العاصمة من مآس إنسانية جراء استمرار عدوان ميليشيات مجرم الحرب حفتر على طرابلس بمختلف أنواع الأسلحة نتكلم عن نفسي باسم باقي التجار الأسعار مقارنة بالسنة اللي فاتت تعتبر أسعار قليلة وفي متناول الجامع نحن افتقدنا هذه الكمية الشرائية من قبل الزباين وهذا نظرا أنتم عارفين أن نحن نمر في ظروف ربي عالم بها أنا فرحان أن ناسنا وأهلنا وشيابيننا وشيوخنا بينسوا الألام ويفرحوا رغم كل شيء أسعار بيع الملابس هذا العام لم تعد تشكل هاجسا لدى المواطنين لأنها انخفضت كثيرا مقارنة بالعام الماضي مثل ما يقولون لكنهم قلقون من استمرار العدوان أفضل وأرخص من العام الماضي إلا جانبنا في قبل الظروف العامة هي اللي ساهمت في القوة الشرائية ولكن بشكل عام في اعتقاد أفضل من العام الماضي نشوفها مقارنة بالعام الماضي أقل السنة هي الحق لك أسعار في متناول الجامعة يارب تكون أمور أحسن السنة الجاي إن شاء الله زي ما الأسعار نقصت السنة هذه إن شاء الله الفرح يكون حقيقي العام الجاي ومن بين هؤلاء المواطنين الذين التقيناهم في الأسواق التجارية نازحون لم يخطر ببالهم قبل أكثر من شهرين أنهم سيصومون رمضان ويقضون عيد الفطر خارج منازلهم وينتهي المطاف بكثير منهم إلى داخل المدارس شبه أن هناك أكثر إنسان منضر في الحرب شبه أن هناك نازح من حوشي وموضوع زادة ورمضان وطعب لا يشعر الحاجات إلا لصير مع الشي هذا خلزي مش متعود إنه خلزي نصيم رمضان بره حوشي وخلزي العيلة كل واحد في تيركينا راحة ما قدرتش إنه نقعد في باتي وطريت إنه نكون متهجر هي وأجرت بره والحمد لله وقعوا مفرحوا في العيلة ومفرحوا في الصغار ويكي ويكي ما نبش نقعد وديما في كأب ويحاول هؤلاء إدخال البهجة والسرور على قلوب أطفالهم بشراء ملابس العيد علها تعيد رسم ملامحهم التي تأثرت بالحرب وما يعيشونه من أوضاع إنسانية صعبة ترجمة نانسي قنقر